الله الرحمن الرحيم عزيزي السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصر والهندي انه لمن دواعي سروري ان تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء السيد مودي لأكون بينكم غدا مشاركا في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بالدستور الجمهورية الهند عام 1950 ليدشن بلدكم الكبير حلقة جديدة من تاريخه العظيم وتواجه بشكر لسيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة وعلى قرم الضيافة وحسن الاستقبال والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدين وشعبينها حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تدشينها السيدات والسادة لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي حيث أكدنا مواصلة العمل لجهزة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصدرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تنتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات لا سيامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لم استهمن عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بدخل استثمارات في مصر ومن ناحية الأخرى تفقت رؤانا على تعزيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شركات في مجالات جديدة ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الإدروجين الأخضر واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى وعلى رأسها الزراعة وعليم العالي وصناعة الكيمويات والأسمدة والأدوية والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السبراني ولقد أكدت كذلك لسيد رئيس الوزراء ضرورة تكوين قدوات منتظمة تطيح تبادل الخبرات والمعرفة فيما يرتبط بالتجارب والمبادرات النجاحة في كل من البلدين خاصة على سعيد تطوير الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم كما لا يخفى عليكم أن مصر والهند تتشاركان في البعد الحضاري الذي يضرب جزوره في أعماق التاريخ الإنساني ولذا فقد اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والصلاة على المستوى والثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين وعلى أهمية تسير سبل التواصل بين شعبين البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خليل تكسيف الرحلة التيران بين مصر والهند لاسيما بين العاصمتين القاهرة ونيو ديليه حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء على ترحبنا الكامل في مصر باستقبال المزيد من السائحين الهند السادات وسادة لقد كان التعاون في مجال الدفاع على جدوى الأعمال المباحثات اليوم فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير بران على الإرادة المشتركة لتشين علاقة استراتيجية بين البلدين إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك كما دار نقاش المعمق ومسمر بين بين وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاحتمام المشترك على المستوين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الدول الإنمية بشكل خاص وتتبقى تقديراتنا حول أن حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابعة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات وتنوالنا أيضا السبل المسلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد وأن التعاون معا سوف يعينه على القضاء على العنف لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدين ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم وفي هذا السياق فقد اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة الدفع لمزيد من التنصيق في ذلك المجال الحاوي فلا تنمية بدون استقرار أمني كما استعرضت مع دولة رئيس الوزراء ما أسفرت عنه القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ من نتائج مهمة خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضاءاء المترتبة على التغيرات المناخية لا سيما في الدول النيمية التي تعاني فيها البنية التحتية من الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية وقد قدمت بشكل دولة رئيس الوزراء على دعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023 وأكدت له أن مصر لن تتدخر جهدا من أجل دبع المحادثات في الاتجاه البناء سعيا لتحقيق تطلعات دول الجنوب وبما يتيح التوصل لطرق فعالة لمواجهة أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء وشح التمويل من أجل التنمية وتراكم الديون المستحقة على الدول النيمية فتلك قضايا ندعوها على رأس أولوياتنا سعيا لإعادة الاستقرار والتوازن إلى البيئة الاقتصادية الدولية ولقد شاهدت مباحثتنا اليوم نقاشا مفعما بالإرادة المشتركة للاتقاء بالإعلاقات بين مصر والهند إلى المستوى الاستراتيجي والتفاقنا خلال الحوار لزجارة اليوم مع دولة رئيس الوزراء على دولة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ووضع العليات التنفيذية لخطة التعاون المشترك بين البلدين الحضور الكريم لازلت أذكر أول لقاء جماعاني بدولة رئيس الوزراء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2015 فقد خرجت من ذلك اللقاء باقتناع بأن جمهورية الهند ستعرف تحت قيادته طفرة في التحديث والنمو كما تولد عندي منذ اللقاء الأول تفاؤل كبير إزاء مستقبل العلاقات بين بلدين هو التفاعل الذي يتأكد لدي مع كل خطوة نمضيها معا على تطوير تطوير العلاقات المسرية الهندية ختاما لا يسعوني إلا أن أعبر لكم عن تطلع الاستقبال دولة سيد رئيس الوزراء مودي في زيارة قادمة له إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة لاستكمال محادثاتنا البناء والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والهند تقوم على الشراكة الاستراتيجية بين بلدين شكرا لكم فخامة رئيس الوزراء والخلام عليكم ورحمة الله وبركاته